السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل مقبض في العالم تقريبا يتمتع ببعض النتوءات التي تتيح لك الامساك بين من دون ان يفلت تلك النتوءات التي تشبه المبرض. كل المقابل تقريبا فيما عدا ربما مقابل الابواب ولا ادري لماذا. المهم اذا كنت تريد عمل ذلك فانت في المكان الصحيح والامر بسيط جدا جدا في بلندر. اولا لايك وسبسكرايب وفعل الجرس لاني ارى ان الكثير من مشاهدي هذه القناة من غير المشتركين. كذلك تابعوني على انستغرام. الحساب جديد وليس عليه اي متابعين كما ليس فيه الكثير من الصور بالطبع لانه جديد. لاي سؤال او استفسار ربط الحساب في في الاسفل. تحددها ثم تضغط نيو تأتيك المادة الجديدة تأتي الى ايدت بريفرنسيز ثم تكتب نود ثم تفعيل نود رانجلر هذا لانه مهم جدا جدا جدا. تضغط شيفت اي تكشتر فوروناي نستخدم الفوروناي تقريبا كثيرا جدا. كنترال شيفت تضغط هنا تلاحظون انها تأتي بهذه الطريقة تضغط كنترال تي وهذا كذلك من اعدادة النود رانجلر ثم تحولها الى اوبجكت تأتي الى هذه سكيل وترفعها وتأتي الى الراندومنس وتخفضها الى السفر ترفع هذه ربما لهذه الدرجة اظن ان هذا يكفي ثم بعد ذلك تضغط شيفت اي ذكتر بامب تأتي بهذه الى وتأتي بهذه الى النورمال كنترال شيفت وتضغط هنا وتلاحظ النتيجة لكنها معكوسة مريدها العكس نضغط انتهى الامر تلاحظون ذلك بامكانك الان تخفيض هذه الى هذه الدرجة كما ان هذا ليس بلاستيكي هو معدني لذلك ترفع الميطالك الى المئة بالمئة تحصل على هذه ربما نزيد في هذا الى سبعين مثلا اظن انها افضل نعم ثم تأتي الى هنا وتلفها على محور زي ربما خمسة وربعين درجة نعم هذا ما اريد لكنها لن تكون من الطرف الى الطرف ستكون في جزء محدد هنا الجزء الذي تقبض منه لذلك سنعمل ماسك بسيط ونجعلها مطبقة هنا في المنتصف فقط لا ترتبك من ذلك الامر لا يتطلب اكثر من ثلاثة نود او ما شابه اضغط شيفت اي ثم اتي الى ثم اتي بها الى هنا اتي بالاوبجكت الى هنا ثم احولها الى هنا هاته لن تجدها الا في الاوب الى لن تجدها في المات العادية ثم تضغط شيفت اي كومفرتر اه مات تأتي بهذه الى هنا تحولها الى اللسدان نعم ثم الان اذا ضغط كنترال شيفت وضغطت هنا تلاحظون ذلك ترفع هذه القيمة الى هذه الدرجة ويكون هذا مكان تطبيق هذا الفورلون شيء ثم الان تسحب كل هذه الى هنا شيفت اي كولر ميكس ارجي بي تأتي بها الى هنا نعم البيل سيكون هو الثاني لذلك سنضع هذا هنا ثم نحول هذا الاعلى الى 0.5 ثم نأتي بهذا نجعله يتحكم في هذا الفاكت هنا ثم الان اذا ضغط كنترال شيفت وضغطت هنا فتلاحظون النتيجة النتيجة رائعة جدا وهي مرضية جدا وهذا ما كنا نبحث عنه من البداية هذا كل شيء بالنسبة لليوم اذا عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب تعليق ان شئت اضغط زر الجرس وشاهد كل هذه الفيديوهات التي تظهر هنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته النوض set up the amp ctrl space زر الجرس زر الجرس شكرا